بالإناء حتى نقدر نسوي لها فاصل طيب هسه role of chaperones in protein طيب in protein folding فهمنا protein folding فهمنا in unfolding denaturation هذا كله فهمنا هسه راح نجي نفهم شنه معنى chaperones the information needed راح أرجعها هاي كررتها وأعتقد يمكن حتى بالمستقبار راح أكررها the information needed for correct protein folding is contained in the primary structure of the polypeptide يعني إش قاعد يقول لي هنانا يقول لي أنه أنا العملية اللي أريد أسويها يعني تتابع بالتسلسل structure of the protein أنا سويت primary structure بعدين سويت secondary بعدين tertiary ويمكن أسوي quaternary لأن كلهن أنا قاعد أتابع وصلت للquaternary وكل إلي منطلق من 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 الرقم first structure طيب أنا جيت اسه سويت unfolding شويت denaturation يعني رجعت بالعكس شويت unfolding مشيت بالطريقة المعكس مشيت wrong side فوصلت من يعني مشيت من tertiary structure أو من quaternary structure رجعت ال primary structure فيقول لي أنه طالما هي المعلومات المعلومات نفسها موجودة يعني نفس المعلومات طلت موجودة فممكن يعني ليش ما ممكن انه يعني حالات حالات احنا ممكن ان اكثر شي يعني ما يرجع من اني اسوي فيليش ما قاعد يصل ليش ما قاعد يرجع الوضع الطبيعي سوف نجاوب عن هذا الشيء و ما نقول نقول طيب قلت الآن المعلومات التي أحتاجها موجودة بالPrimary Structure و أنا رجعتها من Terture رجعتها بالPrimary Structure طيب لماذا لا يقدر واحدة لماذا لا يقدر واحدة يرجع للTerture Structure السبب هنا سوف نقول هذه المفروضة نخلي إيمها خطوط شنو معناتها معناتها عملية بشكل تلقائي يعني يعني يحتاج إلى أشياء تخليها تصير ما تصير بشكل تلقائي أوكي يعني معناتها هي عملية أكتف مو باسف طيب شون وضح أكثر أكتف ما تصير بشكل تلقائي يحتاج إلى تلقائي أكتف مو بس أشياء تحتاج الى وجود وتحتاج الى وجود يعني تحتاج الى طاقة وتحتاج الى بروتينات سميها ما هي ما قال لي هنا هي عبارة عن بروتينات طبعا هذا الشيء سنتعرف عليه بشكل تفصيلي أكثر من نشرح من نشرح شون قاعد يصير شون قاعد يصير البروتين أصلا شون يتجمع أمينة أسد بصف أمينة حتى يكون لي حتى يكون لي بروتينا أصلا فالتابيرونز هو عبارة عن بروتينا عبارة عن انزيم صراحة كل انزيم قلنا هو عبارة عن بروتينا فهذا الانزيم هذا الانزيم سائد بعملية يعني إذا ما موجود هذا الإنزام مايصر فولدنج فعملية الفولدنج مو عملية باسف وانما عملية اكتف طيب تحتاج إلى الادنسين طيب هذا التابيرونز مو بس يقوم بالفولدنج يقوم بالنفولدنج هماتين بس شان يقوم بالنفولدنج خلو نشوف بعض الادنسين تتحضر الادنسين تتحضر الادنسين وانما يجب ان تحضر الادنسين تتحضر الادنسين ما معناتا؟ معناتا أني هذا الادنسي إلى وظيفتين يساعد بعملية الفولدنج يسوي لي فولدنج أو ممكن بنفس البروتين يقوم بذني شغلتين اثنين أو حالة ثانية شي سوي يمنع الفولدنج يعني مثلا السايد شين من سايد شين يفصلها عن بعض يمنع الفولدنج لا يجعل البروتين يسوي فولدنج إلا تصير شغلة معينة إلا يسوي كوملية سينثيس فمعناتا أنه يتحكم بالوقت وش وقت يصير فولدنج فممكن هو يمنع يأجل الفولدنج بهذه النقطة من البروتين نقطة معينة من البروتين يأجل الفولدنج حتى شو مثلا نقول أنه أنا بدل مع عقد أقدة من بداية الخيط إلى نص الخيط هذه الأقدة هنا يمنع تكون هذه الأقدة لماذا يريدها تتكون من البداية للنهاية يعني من بداية الخيط إلى نهاية الخيط هذه وظيفة التحكم فهو يتحكم بالشون يصير فولدنج لأنه أنا الأمينو أسد ببدايته ووسطه ونهايته بهوائي مركبات بهوائي مجاميع ممكن تتفاعل مع بعضها فهو يريد هاي المجموعة تتفاعل يعني يريد أحمد يتزوج مونة ما يريد أحمد يتزوج فاطمة بهذا المعنى